بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنكمل مع بعض كونسبت 2 بنتكلم عن بيج سيتي انفيرومنتال كونسرنز يعني أمور لها علاقة بي الانفيرومنت وبي البيئة بنتكلم فيه اليونت دي على الفيول على الوقود وقلنا ان الوقود ده شيء مهم بس هل كل حاجة يا مستر فيه فيول مفيدة يعني هل كل شيء في الوقود مفيد مالوش أي أضرار طبعا ليه أضرار كبيرة جدا وقبل ما نعرف الأضرار دي تعالى نتكلم عن الأسباب بتاع التلوث البيئة أصلا يعني نتكلم عن حاجة اسمها تلوث للبيئة بيقول لي some source of pollution in pixels burning fuel produce smoke smoke ده اللي هو الضباب which produce air إنك لما تحرق الوقود ده بيينتج الدخان والضباب اللي بيلوث البيئة besticides used on farm الناس اللي هي المزارعين والمزارع الكبيرة بيروشوا ساعات مبيدات على الزرع عشان يحافظوا عليه طب انت بتحافظ على الزرع بس بتلوث البيئة بيقول لي besticides used on farm are mixed with water in canals الحاجات اللي انت بترشعها على الزرع دي دي أصلا ما فبعمول عشان تقتل الحشرات طب ما هي بتمشي مع المية and river when rainfall this lead to pollution of soil and water يعني اللي ما المطرة بتمطر وتنزل على الزرع ده وتنزل على الأرض وتروح للنهر طب ما إحنا كده هنشرب المبيدات دي وده غلط نفروب ما نزودش منها using chemicals in factories pollute the air and also the nearby water sources and fossil and soil يعني استخدام الكيمويات في المصانع ده بيسبب تلوث رهيب طيب some effects بعض التأثيرات of air pollution on human health بعض السلبيات على صحة الإنسان لو الهواء اتلوث يقول لي smoke cars smoke from cars الضباب اللي خارج أو الدخل اللي خارج منها عربيات cause irritation ديق في التناف يعني ديق وخانقة قوي زي ضعف في الهيومن eye and lung we scientists have found smug contain tiny particles يعني الدخان اللي خارج من العربية ده بيكون فيه أجزاء بسيطة جدا that human precious in these particles irritates the lung يعني بيترصب على الايه ال lung causing damage of tissue of respiratory system فيه جهاز تنفسي الرسبة ياسم ده اللي هو جهاز ده تنفس يبقى احنا التلوث ده شيء خطير مصدر التلوث منين بييجي من الحاجات دي طب مشاكل التلوث بتيجي من ده طيب harm is of burning of fossil fuel in environment طب خلينا يا مستر في موضوع درسنا ايه تأثير الفوصل فيول على البيئة يعني حق الوقود ده ايه تأثيره على البيئة اللي harm is of burning fossil fuel in environment يقول لي burning fuel not only produce electricity also pollute the environment وايضا يلوث البيئة where burning coal and oil produce carbon dioxide الكربون ديوكساد ده شيء خطير جدا في الجو الكربون ديوكساد بيسبب أسباب ويسبب مشاكل كتيرة جدا تعال نبدأ نعرف التلوثات اللي بتطلع من حرق الوقود من burning fuel بيعمل ايه بتعمل acid rains عارف يعني ايه acid rains الاسد rains مفروض ان المياه تنزل صافية يعني انت مثلا السماء جميلة وصافية ومفروض ان هي لما تمطر تمطر مطرة جميلة وتنزل في النهر انما المشكلة في ايه المشكلة من المطرة بتنزل وتلاقي الجو يعني تلاقي الجو اللي هي نازلة فيه الجو ده ملوس صح يعني بتلاقي ايه بتلاقي مش بتلاقي ايه الهوى صافي بتلاقي الهوى مليان دخان فالأمطار اللي نازلة الأمطار اللي نازلة دي بتنزل وتاخد معاها الطلب ده وتاخد معاها الدخان ده وتنزل مع الماء فأنا لما أجل أشرب الماء معاها التلوث اللي كان موجود في الجو ده فالجو لما بيكون ملاوس الإير لما بيكون في بوريوشن ده بيضريني جدا تعالي نشوف فقا الاسد رينز يعني ايه الاسد رينز كربون داكساك جاس комبينث واثووتر الكربون داكساك جاس ده الدخان اللي في الجو ده بيتحد مع الماء in air to form carbonic acid. يكون مادة اسمها carbonic acid. يعني للنازل ده يكون معاه carbonic acid. resulting in acid rains. وده اللي بيسبب حالا اسمها acid rains. death of trees. بتسبب موت الشجر. تلاقي الشجر ضعيف جدا وبيموت. decomposing and dissolving of some rocks including prick of building. يعني يأثر على البيوت ويأثر على الصخور. المطرة اللي من النوع ده. المطرة الملوسة دي. ممكن توقع البيت. chemical changes of structure of lakes. يعني يأثر على تركيب البحيرات. ويموت السمك. chemical changes in structure of soil. يأثر على اي الارض. طيب. يسبب كمان الدخان اللي موجود في الجو ده يسبب حالا اسمها global warming. ودي من اهم الحاجات اللي انت هتذكرها. global warming هي الاحتباس الحراري. بمعنى ان درجة حرارة الارض تزيد. الدخان يا جماعة انت لو موجود في مكان. انت ممكن تلاحظها. لو موجود في مكان. والمكان ده. في دخان وتتلوث كتير. ده هتلاقيه سبب خانقتك. increasing amount of carbon dioxide gas in air. forms a layer in the atmosphere that traps heat above. يعني بيعمل طبقة تحبس الحرارة. causing a slow rise in air-fast temperature. which known as global warming. يعني زيادة درجة حرارة اسمها global warming. طيب نعمل ايه مستر عشان نقلل التلوث. لقلي. how to reduce acid rains and global warming. the best solution to reduce rains and global warming is originalize or decrease the use of energy. نقلل ونحدد الاستخدام. as we reduce our consumption consumption. the amount of burning fossil fuel to generate electricity decrease. كل ما نقلل الاستهلاكنا. يعني بدل ما انت مثلا اه طول النهار مش عغل التلفزيون. لا اشغله شوية ووقفله شوية او اه مثلا الماكوة مثلا انت كويت اللبس. متسبهاش وتمشي. لا اشيل الفيشة عطول. as amount of burning fuel decrease. كل ما amount of burning fuel تقل. the amount of carbon dioxide. نسبة الكربون ديوكسيد هتقل. وانا مش مش هحرق كده حاجة. and other pollutants. والبليوتانس دي اللي هي الملوسات. والملوسات الاخرى. in air which we breathe will decrease. ده درس جميل جدا ودرس سهل. listen for. ان شاء الله نكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي. بتمنىكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معكم مستر احمد البشا. bye bye.